افهموا معنى قهار وانظروا الى الكون حتجدوا قهار له معنين معنى القهر ومعنى فعلا الازلال وده موجود وخاص بالطغاوة المتجبرين وخاص بالطغاوة ولا بد منه وإلا تبقى الحياة فوضى وإلا تنتهي الحياة أو بمعنى الحكم يعني أن يكون الكل محكم بإرادة واحدة وقدرة واحدة وهو فعلا من هذا المعنى وده موجود انظروا الى الكون انظروا الى نفسك انظروا الى الامال التي تحبط فجأة انظروا الى انك انت تريد ان لا تموت فتموت ان يولد لك فلا يولد انظروا الى هذا فستجد انك انت مقهور بهذا المعنى محكوم بهذا المعنى مدلول هذا الاسم انه قاهر الجبابرة وقاسم ظهورهم بايه اما بالموت اما بالهزيمة اما بالمرض لان الحكمة تقتضي هذا لا يمكن ان يوجد كون يعني تترك فيه الفرصة كاملة لالجبارين والقاهرين والطغاة ويبيد المظلمين يبيد الضعفاء الحكمة او العدل الالهي او المنطق حتى الانساني يقول لا بد من التصدي لامثال هؤلاء الذين يعبثون بعباد الله فهو قاهر قاهر هؤلاء الناس الذين تجبرون في الارض وهذا النوع لا بد ان يكون موجودا في هذه الحياة الدنيا وإلا كما اشرت فضلتكم لاختلى ميزان الحياة طبعا وإذا اختركوا اولا لا يمكن ان يعني نفترض انهم غير موجدين وإلا فنحن في الجنة اما الحياة الدنيا فهي هكذا قائمة على الخير والشر الشر لناس والخير لناس فالله سبحانه وتعالى حينما يقول اني انا القهار فهو يقهر جند الشر جند الشيطان وإذا كان معناها القهر معنى الإخضاع للسير حسب قدرة إلهية واحدة فهذا هو الذي يعني نعاينه ونشاهده في الكون وأيضا يدل على أن القهار يعني بمعنى القانون الإلهي المسيطر المسير أن يعني كما يقولون تخلف الإرادات والمشيئات يعني الإنسان أحيانا أو دائما يرتب أموره وعنده الإمكانات ويخطط ويقدر ويبدأ في الموضوع وكأن النتيجة في يديه ثم يفاجأ بالنتيجة العكسية تماما رغم أنه استعد لكل شيء فإذا تخلف الإرادة ذا معناها أن هناك قوة قاهرة قلبت لك يعني ما كنت تفكر فيه رأسا على عقب هي القوة العليا المسيطرة طبعا قوة العليا المسيطرة وكمان يعني نقض العزائم حتى يعني يروى في الأثر يعني عرفت الله بنقض العزائم يعني دليل من عنده كان من أدلة وجود الله لأنه عمل كل حاجة والمفروض والمنطق والحساب والتجربة تقوم مية في المية لازم أصل إلى هذه النقطة لكن قبل أن تصل إلى هذه النقطة تجد نفسك رجعت لأول المشوار يعني من جديد ثم إنه قهر العبادة بالموت قل لي كده مين اللي بيتمنى يعني أو يشتاق إلى الموت سبك من المجموعة الخاصة اللي هي تتمنى لقاء الله لكن عادة أن الإنسان لا يحب الموت كله نفس تخشى الموت نعم إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقي هذا قهر حقيقة لأنه كان الإنسان رغم أن فيه سيموت